ولكن خليني الأول قبل ما تكلم عن أي حاجة النهاردة أو يمكن من نصف ساعة لأستاذ جمال علام ورئيس الاتحاد الكرة قدم استقالة رسمية لإستقالته من اتحاد الكرة المصري ده اللي أعلنه لأستاذ جمال علام ورئيس الاتحاد الكرة المصري فضل علام الاستقالة كما يعني أشرح في البيان حفاظا على الكرة المصري نتو عايفين طبعا أن الاتحاد الكرة في قضية مرفوعة عليه وترفض الطعن وفيه استشكال مفروض بكرة معادل استشكال كانت أجل الأسبوع الجاي اليوم الحد الجاي اللي هو غدا يعني ولكن هو فضل الاستقالة هو دلوقتي فضل يعني هو بيقول حفاظا على الكرة المصرية والنشاط الرياضي في مصر خاصة وأن فيفا كان قد هدد بتجميد الكرة المصرية في حال صدور حكم القضائي انتو عارفين لو طبعا صدر حكم القضائي وناس اشتاكت للفيفا الفيفا ممكن يجمد الكرة في مصر وبالتالي على العاملين في اتحاد الكرة أن هما يحترموا حكم القضائي وبالتالي لو هيحترموا طبعا يبقى هيقدموا استقالتهم لو طبعا مش لو دماغهم فيها حاجة يقولك لا احنا عادين في اتحاد الدولي لكن هما الناس كل بياناتهم وكل تصرفاتهم هما في حالة صدور حكم القضائي نهائي خلاص والاستشكالة رفض هيقدموا كلهم استقالتهم النهاردة سيد جمال العلام سبق القل وصبق الجميع وقدم استقالة رسمية ليكون رئيس الاتحاد الكرة المصري يعني انا شايفها هي يعني تتخذ ان هو رجل بصراحة بيحافظ على كيان الكرة في مصر وان هو مش عايز يكون موجود او يكون متمسك بالمنصب اللي هو ماسكو كرئيس الاتحاد الكرة فيه فيه ناس ممكن تتمسك ويتوصل للتيفة لكن الراجل بيقدم يعني السبت وبيقول ان انا يعني الموضوع اهم مني بكتير ان يكون فيه يكون فيه استقالة قبل ما يكون فيه تجميد وده يمكن الصالح العام اللي بيشوف كيف طبعا ده كلام مهم ان حاليا دلوقتي في اللي احنا فيه بقى الاستاذ حسن فريد او كابت حسن فريد هو رئيس الاتحاد الكرة الفعلي في حالة طبعا استقالة الاستاذ جمال العلام برضو خلاص يبقى كده استقالة جمال العلام بكرة ترفض الاستشكال هيبقى الامور هتبقى هل انتخاباتها تكون قريبة ومن هو اللي هيقول الاتحاد في فترة المقبلة يعني كلام كثير جدا لكن على فكرة ممكن بكرة الاستشكال يعني برضو يؤجل او يحصل فيه في الامور ممكن يرفض خالص الطعن ده او الاستشكال ويبقى بكرة هو اخر يوم لاتحاد الكرة المصري سمعت برضو ان فيه ناس يعني من عضايا التحاد بيفكرهما كمان في الاستقالة بعد ما سبقهم الاستاذ جمال العلام ان هما كمان بيفكرهوا في الاستقالة النهاردة ان هما يعني يقدموا استقالتهم يعني نظرا ان الامور ممكن ما تبقاش في صالح الاستشكال او ما تبقاش في صالح اتحاد الكرة او نص الاستقالة للأستاذ جمال علام لكن يعني لذا ما قلت لكم هو فضل علام الاستقالة حفاظا على الكرة المصرية ونشاط رياضي في مصر خاصة وان فيفا كان قضاءة بتجميد الكرة المصرية في حالة صدور حكم قضائي بحل المجلس بداع نزاك يعتبر تدخلا حكوميا في شؤون الرياضة وهو ما يحضروا الفيفا لذا قرار عدم استقالة من منصبه طبعا